قد تبدو لحظة فرح بين أب وابنته حرم منها الكثير ويتمنىها آخرون لكن ما خلف هذه الابتسامة والبراءة قهر الرجال والويل اجتمعا معا المال والبنون زينة الحياة الدنيا وهذا الجندي فقد المال ووظيفته بالأمس واليوم يفقد البنون أمام عينيه وهو عاجز عن إنقاذ حياة ابنته مناشدا أصحاب الضمائر الحية بالنظر إلى حالته منتسب شرطة اتحادية لحد الان ما رجعت وعندي أخ منتسب شهيد اللي هو مقدم زياد خنف عيسي كان يدام بالاستخبارات واخذوا عصابة داعش الاجرامية والحمد لله والشكر فأنا جتني طفلة بالالفين وسبعة عشر طفلة قبل هذه وصار عمره تسع وثلاثين يوم واسل حقتها وتوفت عدنا فشل في النخاع العظم يعني النخاع العظم ما لها ما ينتج دم نهائيا وكل خمسة عشر يوم تقريبا أو كل عشرين يوم خلينا بطل دم هذه الفراشة لديها فشل في نخاع العظم وتحتاج إلى عملية جراحية خارج البلاد فوالدها مجبر على إعطائها الدم كل أسبوعين لتبقى على قيد الحياة كم هي صعبة هذه المفردة واليوم يقولها أمام العلن أنا مستعد لبيع أعضاء البشرية من أجل إنقاذ حياتها يعني اللي يقول لي اللي يقول لي أصبر وأحتسب أخلي كونه مكاني اللي عذاب اللي أحسه يومية يعني بالفحص بالدام اللي التي تعيش أياما قد تكون معدودة وناشد عبر عدستنا الضمائر الحية لمن لديه القدرة على إنقاذ حياة ابنته أو مساعدته بما تجود به أياد الخير ونحن حاولنا أن نكون صوتا لما لا صوت له فعسى أن نساهم في إنقاذ حياة هذه الفراشة من الموصل محمود الجماسة قناة التغيير